انتهى الجيش التركي اتفاق وقف العدوان على الشمال السوري المبرم مع الولايات المتحدة حيث قصف الطيران الحربي بلدة رأس العين في الساعات الأولى من صباح اليوم مع صفر عن مقتل خمسة مدنيين كما أشارت مصادر محلية إلى تجدد الاشتباكات في منطقة بلدة رأس العين الحدودية وسمعت أصوات قصف وإطلاق للأسلحة النارية في المدينة أحمق الأمس وأحمق اليوم إن كتبت بالإنجليزية أو قيلت بالفرنسية ترمبية كانت أو ماكرونية فإنها بالتأكيد لا تعني سوى الوصفة الدقيقة لرئيس النظام التركي راجب أردوغان حماقات أردوغان المستمرة وسياسته المتخبطة والتي زادت عن حدها خلال الفترة الأخيرة جعلت شركائه الدوليين يضيقون ذرعا من تصرفاته العدوانية التي اكبدت بلاده خسائر اقتصادية وجعلته منبودا أمام الرأي العام العالمي فبالأمس كشف البيت الأبيض مصر رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي راجب طيب أردوغان قبل بدء الهجوم التركي على سوريا جاء فيها قوله له لا تكن متصلبا لا تكن أحمق وكأن لفظ أحمق والذي لم يعتد به في الحديث بين الزعماء إلا أن حماقات أردوغان جعلته يوصف من قبل المجتمع الدولي بذلك الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون لم يستطع الصمت أكثر من ذلك حيث وصف التدخل التركي في سوريا بالحماقة مؤكدا أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم داعش من جديد وعندما تجتمع الحماقة والإرهاب في شخص واحد فاعلم أنه أردوغان الذي وصفه الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بالإرهابي واتهم تركيا بالتعاون مع إرهابيين وارتكاب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا ولأن لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها فكان لزاما على العثمانلي أن يخرق عهده وينتهك الهدنة فعلى الرغم من الاتفاق على وقف القتال إلا أن الضربات الجوية والمدفعية التركية استمرت في استهداف مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية إذ اتهمت قوات السورية الديمقراطية تركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد تجدد القصف وإطلاق النار في بلدة رأس العين في شمال سوريا النظام التركي إذن رفض دولي وإقليمي لأفعاله العدوانية ودعمه للإرهابيين حتى أصبح منبوذا من الحلفاء قبل الأعداء ليستحق رأسه وعن قدار صفة الأحمق بكل لغات العالم وبألسنة كل زعمائه نظام التركي إذن نظام التركي إذن نظام التركي إذن